هذا البكالوريا دون معي هذه التعاريف تعريف الحمد والأساس حسب برونستيد الحمد هو كل فرد كيميائي قادر على إعطاء شاردة H+, أو أكثر خلال تفاعل كيميائي مثال HCl زائد H2 يعطينا H3+, زائد Cl- التنائيتان أساس حمد الداخلتين في التفاعل هما HCl- و H3+, H2 الأساس هو كل فرد كيميائي قادر على تثبيت شاردة H+, أو أكثر خلال تفاعل كيميائي مثال NH3 زائد H2O تعطينا NH4+, زائد O- التنائيتان أساس حمد الداخلتين في التفاعل هما NH4+, NH3 و H2O و H- ملاحظة يكون الحمد أو الأساس قوياً إذا كان تفككهما تاماً في الماء ويكون ضعيفين إذا كان تفككهما جزئي تعريف pH محلول مائي pH محلول مائي مقدار يعرف بالعلاقة pH يساوي ناقص اللغارثم تركيز H2O+, وعليه تركيز H2O+, يساوي 10 قوى ناقص pH مال على اللتر تعريف الجداء الشارد للماء يرمز له بالرمز كأ حيث كأ يساوي تركيز H3O+, في تركيز OH مال ويساوي 10 قوى ناقص 14 عند الدرجة 25 درجة مئوية تعريف التقدم النهائي X-Final هو قيمة الناتج المتحصل عليه عند نهاية تطور تقدم التفاعل الكيميائي دون الاستهلاك الكلي للمتفاعلات تعريف التقدم الأعظمي X-Max هو قيمة الناتج المتحصل عليه في نهاية تطور تقدم التفاعل واستهلاك المتفاعل المحد كلياً ملاحظة في التفاعلات التامة X-Final يساوي X-Max في التفاعلات غير التامة X-Final يكون أقل من X-Max تعريف نسبة التقدم النهائي X-Final تعريف بالعلاقة X-Final يساوي X-Final على X-Max في التفاعل حمض مع الماء يكون X-Final يساوي تركيز H3O Plus Final على C لكن في تفاعل أساس مع الماء يكون X-Final يساوي تركيز H-Final على C ملاحظة في التفاعلات التامة X-Final يساوي 1 بالمقابل في التفاعلات غير التامة X-Final يكون أقل من 1 الملاحظة الأخيرة إذا مددنا حمضاً ضعيفاً أو أساساً ضعيفاً تزداد نسبة التقدم النهائي ثانياً مفهوم حالة التوازن نقول عن جملة كيميائية أنها في حالة توازن عندما تصبح كمية مادة المتفاعلات والنواتج ثابتة خلال تحول كيميائي نعالج الآن تمريناً بخصوص الملخص تابع معي نضيب كتلة قدرها 0.046 غرام من حمض الميثانويك صيغته الكيميائية HCOH في حجم قدره VA يساوي 100 ميلي لتر من الماء المقطر فنتحصل على محلول أسأة ناقليته النوعية سيغما تساوي 0.049 سيمانس على المتفا عند الدرجة 25 درجة مئوية المطلوب أولاً أكتب معادلة انحلال الحمض في الماء مبيناً الثنائيتين أساس حمض الداخلتين في التفاعل ثانياً أنشئ جدولاً لتقدم التفاعل ثالثاً أحسب التركيز المولي سيئة للمحلول الحمضي أسأة رابعاً أوجد قيمة بي أش المحلول ثم أحسب نسبة التقدم النهائي توفينال ماذا تستنتج؟ كمعطيات للتمرين الناقلية النوعية المولية الشاردية للشاردة هسي أو أمواء هي 5.46 ميلي سيمانس في المتر مربع على المال ولوندا هسي أو بلوس هي 35 ميلي سيمانس في المتر مربع على المال نشرع الآن في حل هذا التمرين وكجواب على السؤال الأول الذي ينص على كتابة معادلة انحلال الحمض في الماء وكتابة الثنائيتين أساس حمض الداخلتين في التفاعل إذن معادلة الانحلال هي أساس حمض الداخلتين في التفاعل هما هسي أو أش هسي أو موان و هسي أو بلوس هسي أو بلوس هسي أو بلوس هسي أو بلوس وكجواب عن السؤال الثاني وهو إنشاء جدول التقدم للتفاعل السابق دون معي المعادلة هي هسي أو أش زائد هدوزو يعطينا هسي أو موان زائد هتو بلوس الحالة الابتدائية سي أو بأ بالنسبة للحمض بزيادة بالنسبة للماء سفر سفر بالنسبة للنواتج الحالة الانتقالية سي أو بأ ناقص إكس بالنسبة للحمض الماء دائما بزيادة إكس بالنسبة للنواتج الحالة النهائية سي أو بأ ناقص إكس فنال بالنسبة للحمض بزيادة بالنسبة للماء وإكس فنال بالنسبة لكل من هسي أو موان وهش تخوا وبلوس كجواب أيضاً عن السؤال الثالث حول حساب التركيز المولي سي للمحلول الحمضي سا دون معي سي أو يساوي أم صغيرة على أم كبيرة في في أ بتعويض أم صغيرة بصفر فاصل صفر ستة وربعين على الكتلة المولية ستة وربعين وتحويل الحجم في أ من المليلتر إلى اللتر نجد أن التركيز سي أو يساوي صفر فاصل واحد مول على اللتر نصل الآن إلى الجواب عن السؤال الرابع الذي يتضمن حساب بأش المحلول الحمضي ونحسب أيضاً نسبة التقدم النهائي توفينال إذن لكي نجيب عن هذا السؤال نذكر بالعلاقة بأش تساوي ناقص لغاريتم تركيز أشتخوا أو بلوس إذن يجب استخراج عبارة تركيز أشتخوا أو بلوس من هذا التمرين من جدول التقدم تركيز أشتخوا أو بلوس فينال هو نفسه تركيز أشتخوا أو موان فينال ويساوي إكس فينال على V.A نذكر بعلاقة الناقلية النوعية وهي سيجما تساوي تركيز أشتخوا أو بلوس في لنده أشتخوا أو بلوس زائد تركيز أشتخوا أو موان في لنده أشتخوا أو موان وبتعويض تركيز أشتخوا أو بلوس هو نفسه تركيز أشتخوا أو موان نخرج أشتخوا أو بلوس عام المشترك في النهاية نجد أن تركيز أشتخوا أو بلوس فينال يساوي سيجما على لنده أشتخوا أو بلوس زائد لندا HCOO- نعود سيجما بصفر فاصل صفر تسعة واربعون نعود لندا H3O- بخمسة وثلاثين ولندا HCOO- بخمسة فاصل ستة واربعين لننسى تحوي لهما من الميلي سيمانس في المتر مربع على المال إلى السيمانس في المتر مربع على المال لنجد أن التركيز H3O- هو 1.21 مال على المتر مكعب لا ننسى تحويلها إلى المال على اللتر نضربها في 10 قوة نقص 3 تصبح 1.21 في 10 قوة نقص 3 مال على اللتر نطبق الآن العلاقة pH يساوي نقص لغ تركيز H3O- لنجد أن الـ pH يساوي 2.9 نحسب الآن نسبة التقدم النهائي نسبة التقدم النهائي نذكر به بأنها إكس فينال على إكس ماكس نعوض إكس فينال بتركيز H3O- فينال في VA وإكس ماكس بتركيز C-A في VA نختزل VA مع VA لنجد في النهاية أن التو فينال يساوي تركيز H3O- فينال على C-A نعوض تركيز H3O- فينال ب1.21 في 10 قوة نقص 3 تركيز المحلول الحمضي ب0.01 نجد أن التو فينال يساوي 0.121 وهو أقل من الواحد وكجواب عن السؤال الأخير ماذا تستنتج بما أن التو فينال أقل من الواحد فإن هذا الحمض يكون ضعيفا نصل الآن إلى نهاية هذا الدرس ترقبون في درس مقبل بحول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر